السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبابنا الكرام حديثنا اليوم عن العلاقة بين الشباب وبر الوالدين خصوصا والتحولات الطارئة في الوضع الراهنة بسبب التعاطي لمواقع التواصل الاجتماعي روحنا هناك تغير في العلاقة ما بين الآباء وما بين الأولاد مبدئيا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعة الوالدين في آيات كثيرة لا حصر لها بالذلك قوله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَعَلَّ مِنْ وَصَيَّ لُقْمَانِ الْإِبْنِهِ أَنُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ إِلَيَّ الْمَصِيرُ بل إن الله تعالى أنزل حكم قضائيا من السماء فقال وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّ إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الأجيال السابقة نوخذ بأنها كانت تعتني ببر الوالدين وكان الوضع السائد هو الطاعة وهو التماهي مع الوالدين لكن في السنوات الأخيرة ربما بفعل التحولات مع مواقع التواصل الاجتماعي ربما هموب رياح من الضيار الغربية ربما ثقافات وعدات مختلفة لحظنا بأن عدد من الأوساط فيها الشباب صار إما متمردا وصار إما انطوائيا وإما انعزاليا وكثير التأفيف مع أن الله عز وجل لدى هذا على التأفيف لا تقل لهم أف ولا تنهرهما قال العلماء لو كان هناك أقل من أف لذكرها الله عز وجل فلماذ كل هذه الظواهر وما هي المعادة عن الوالدين ودين الأباء المشكلة هو قائم على أساس عدم التواصل بين الأباء والشباب وبعض الخبراء يرونه ربما أقدا من ذلك لأن لكي نحصل على شباب مستقيم وبارد بوالديه أولا كان على الأب أن يختار أمه وكان على الأم أن تختار الأب لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العرقاء دساس فوخولوا أبناءكم لأن هناك خصائص وراتية تنتقل من جيل إلى جيل ثم لابد للوالدين أن يعطوا المثال منذ الأول في التعامل مع أبائهمهم لأن الولد يلاحظ تصرف أبيه مع جده فإذا كانت العلاقة قائمة على المودة والرحمة والبر والإحسان فذلك ينتقل ولكن إذا كان هناك أيضا الأب لا يحسن التعامل مع الجد فطبيعي هذا التوارث سوف يقع لانتقال من الأجيال ثم كاللحظ بأن من أراد أن يحصل على أولاد فيهم مودة وفيهم رحمة لابد أن يتعامل معهم أيضا في صغرهم بالمودة والرحمة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فلابد أن يتعامل الإنسان مع والديه مع أولاده بالرحمة أولا ويعطيهم الإشباع العاطفي حتى إذا ما كبروا ردوا له الجميل لهذا كيقول خبراء التربية لا بد للوالدين أن يعانق أبنائهم ثلاثة مرات في اليوم العناق الأول يؤدي إلى النمو العقلي السليم والعناق الثاني يؤدي إلى النمو النفسي السليم والعناق الثاني يؤدي إلى النمو الجسدي السليم وطبعا إذا عنقت والديك هناك بعض النساء يشعرون بالغيرة هذو أولادك عندهم لا بد أن تعطي لكل دي حق حقه وأحيانا الأولاد يريدون أن يروا صورة رومانسية تجمع بين أمهم وأبيهم حتى قال بعض العلماء والأم من التمثيل ولكن التتجنب الشجار والخلافات ورفع الأصوات لأن كل هذا يؤدي إلى تبرد الشاب لما يكبر وخصوصا في سن المراهقة تعلمون أن المراهقة هي مثل الخروج من عنق الزجاجة يكون الإنسان طفل ثم يصير رجلا وكذلك البد خصوصا تكون بني صغيرة كتتحول إنفام كتتحول إمرأة هالتحول السريع في سن المراهقة يأتي معه التبرد ويأتي معه التطرف وقد يؤدي معه الانطواء والإنعزالية خصوصا مع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كاللحظة معظم الأبناء دم الآن يغلق عليه غرفته وتضنه بأنه هادي هذا الوليد الله يرضي عليه ما كيش بدل أصناع لمشاكل سد للغرفة وهذه البنية مرضية مهدية هدينة ولكن هما رغم يبحران في عوانم آخر ربما ربط علاقات عاطفية مع أدس آخرين ربما انخرط في شبكات اجتماعية جد معقدة لهذا وجب الانتباه للشباب في التعامل مع هذه الوسائد التواصل الاجتماعي وكتبقى دائما الأسرة هي مجرد عامل واحد من عوامل الإصلاح وإلا فإن عوامل الإصلاح هي كثيرة ومتعددة أولها التربية والتعليم البدارس والمعاهد لابد أن تعطي الخدوة والتوجيه لهؤلاء الشباب منذ الطفولة مرورا بالمرهقة إلى أن يصنوا سيد النج ثم لننسى بأن من الوسائل المؤثرة هي وسائل الإعلام الإعلام له دور كبير في التوجيه ونحن الآن في هذا البرنامج عندنا مسؤولية أيضا لكي نعطي بعض الإرشادات والنصائح والتجارب النجحة للآباء والأمهات للعناية بأولادهم لننسى أيضا بأن التدبير الحكومي له نصيب كبير أيضا للمسؤولية وذلك في شخصي وزارة الشباب وزارة الشباب لابد أن تسد قواعد وتعطي أنشطة لأن الشباب يأبى الفراغ فلابد أن تكون هناك أنشطة موازية لإصلاح الشباب في رياضات وفدود ومسارح لكي تعطي نج نفسي ثم لا ننسى بأن القيم الدينية هي الأساس القيم الدينية ربنا سبحانه وتعالى لخصها في قوله جل جلاله وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر خصوصا عند الكبر لأن العناية بالأولاد بالوالدين عند الكبر إما أن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفد ولا تنهرهما أي كلمة أي تحريد نظر ممنوع ثم البر ديالهم يكونوا بعد موتهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لأن بعد موتهما يحتاج الوالدين للدعوات الصالحات يحتاجان إلى الصدقات يحتاجان إلى المبادات الحسنة لأن العمل الإنسان يبقى مستمرا بعد وفاته فنسأل الله تعالى أن يلهم شبابنا الهداية والصلاح وأن يلهم الوالدين حسن التصرف معهم وأن يوطد العلاقة بين الطرفين على المحبة والمودة والاحترام الله بأمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله